مرسيد استبوت غير حتى عالم الجوالات وعالم التفاعل مع السيارات ويوتيوب ستفتككم من الدعايات الكثيرة التي تظهر فيه في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وبالتأكيد، سأذهب بين الرياض و جدة بـ 45 دقائق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوكم فيصل السيف من المطالع الستوديو وعلى طول أتكلم عن أول خبر سنرى اليوتيوب وإطلاق اليوتيوب بريميوم في المملكة العربية السعودية وأيضاً في بعض دول الخليج أول شيء، للتوضيح اليوتيوب بريميوم يعطيك بعض المزايا أنه يكون عندك اشتراك يخصم مقابل هذا الاشتراك مبلغ هذا المبلغ يصبح ما يجعل الدعايات تطلع لك قبل المحتوى أيضاً، الشيء الثاني، أنك بعض أنواع المحتوى تستطيع تحميلها إذا لم أكثر أجندة المحتوى يمكنك تحميلها وترى الفيديوهات خارج نطاقة الإنترنت والستريمينج شيء الثاني من ناحية صناع المحتوى سيأتيهم جزء من هذا الربح ومن جزء من هذا الاشتراك شيء جداً بسيط ولكن الفكرة أن الناس الذين لديها اشتراكات هذا لا يعني أن صناع المحتوى سيأتيهم دخل لا، بل أنه سيزيد عندهم الدخل كون أن الاشتراك المفروض يجيب لهم دخل أكثر من عدد الناس الذين يرونه هذه إذا انتشرت ثقافة الاشتراك أيضاً الاشتراك يتيح لك منصة الصوتيات حق يوتيوب والحركة يجب أن تتنبهوا لها ولكن عندما تشترك من جهاز أندرويد الاشتراك يمكنك كثير من أرخص من الاشتراك من جهاز آي او اس وهذه على حسب العملية والاتفاقيات التي حصلتها بين الشركات سواء شركة أبل أو شركة أندرويد والذين يحاولون أن يغروا الناس عليها فاشتركوا وتفتكوا من الدعايات التي بالفعل ومعرفة المشاكل التي حصلت على دعايتين قبل الفيديو وإذا لم تقوموا بها فأنا أسف، لا يمكنك تطمرها موتا مرافول ونعمل على المراجعات بشكل كثيف والأجهزة المفروض أنه نهاية هذا الأسبوع تأتي للمملكة بدأ الطلب المسبق شخصياً أتوقع أن الطلب المسبق كثافة العليا ستكون على الأيفون 11 بألوان مختلفة وانت فعلياً لو أخذت الـ 11 عن البرو ستعرف أنه فقط كاميرا التليفوتو وبعض الأشياء الثانية ليس أكثر للمستخدمين سيستفيدوا منها أيضاً الماكس لو تكلمنا عليه برو ماكس هذا الجوال اللي بشاشة أكبر سيكون ثانية أكثر الأجهزة المبيعاً ولو رأينا هذا الرتم، هذا صار السنة الماضية مع الآيفون 10S 10S Max وأيضاً 10R فكانت 10R و 10S Max هما النجوم في ناحية المبيعات سنبدأ الآن المقارنات الأساسية بين الأجهزة ويأتي دورك بأنك تقول لنا أن هناك الاستفتاءات التي موجودة في الفيديوهات أي بالضبط التقييمات والمقارنات سوف نرى ومن عيوني أبشروا بإذن واحدة جاء من المطار قلتها في بداية الفيديو فأنت في رحلة مع مرسيديس بنز وإطلاق مجموعة من التوجهات الجديدة منها للسيارات الرسمية فمن ناحية السيارات أطلقوها وأطلقوا الـ EVQ الـ Concept Car والمفروض أنها ورد بريمير أول مرة يشوفوها الناس ومع السيارة سيكون هناك أشياء مختلفة ولكن الشيء الذي لفت انتباهي هو هاتشتين أول شيء سيارة الأمان الجديدة التي تطلعها في 2019 ومن سيارات الأمان التي ينتجوها يقوم بحث وتطوير للمستقبل وإذا أردت لكم فيديو عن هذه السيارة تفصيلي يبين لكم كيف السيارة يكون فيها شاشات تبين للسائق الذي سيحدث قدامه وأيضاً ما هي أنواع الأيرباقات التي ستجعلك مثل الكابسولة في السيارة هناك أشياء رهيبة منهم الأمر الثاني الذي لفت نظري كيف شركة مرسيدس كادت تضبط أمورها وتواجه عمالكة التقنية؟ نتحدث عن شركة أبل و جوجل والسخفويرات والانتشار لديهم فكرة مختلفة وهم بفكر مرسيدس يتوقعون أن يصلوا للمستخدمين بكفاءة جداً عالية بمبادرات مختلفة وتوجه مختلفة من ناحية تبني التقنية فتخيل أن يكون معك جوال بنظام مرسيدس هل تضبط معكم؟ أم لا تضبط؟ أذهب إلى البيكسل فور والبيكسل فور إكس إل هذه الجوالات التي لا يوجد أي داعي أن يصبح مؤتمر لهم فالمؤتمر جوجل المفروض يكون للخدمات لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن كثير من الفيديوهات تسربت تبين أشكال الجوالات في مراجعات لأجهزة شغالة وأمورهم جيدة مع الأجهزة هذه هي النسخ التي أعطيت لبعض المطورين والمستخدمين على أساس أنهم يجربوها ما قبل الإطلاق لم يكن هناك إندييات معهم التي تستطيع أن نقول إتفاقيات عدم الفصاح لا ندري الوضع كيف ولكن مربكة كمية الفيديوهات التي قامت وللتذكير هذا صار مع نسخة الثري ومن نسخة الثري غضب الناس على الشكل الذي حدث في نسخة البيكسل ثلاثة قبل المؤتمر ففي المؤتمر نفسه لم يكن هناك غضب الجماهير الكبير رغم أن الكثير من الناس يتكلمون على حسن المظهر الخلفين مع موجود الكاميرات التي تشبهها على الآيفون 11 برو والآيفون 11 برو ماكس ما الذي تقوم بها في جوجل؟ شركة جوجل قبل شركة أبل أخذت منحة أن تقدم كتالوج من الأجهزة وأيضاً مجموعة ضخمة من الخدمات وهذا الشيء الذي ظهروا بمؤتمرهم المطورين إذا لم أخبتني ذاكرة عام 2017 وما زالوا على هذا المنهج سووه في البيكسل ثلاثة والحين سووه في البيكسل أربعة ونرى المؤتمر حق البيكسل وإن شاء الله المؤتمر الأساسي يبيلنا الحقيقة ما أمداناً نصل لبداية عامل 2020 وعلى طول بدأت التسريبات للجوال القادم الجالكسي اس 11 هذا الجوال المفروض يجب لك شاشة أجمل وأحلى وأكيد سيكون هناك تقنيات إضافية تتبنى في هذا الجوال إلى الآن لا يوجد تأكيدات هل سيكون هناك رتم للشاشة عالي يصل إلى 90 هرتز على فكرة نستذكر أن من الخصائص التي تسربت للبيكسل فيها 90 هرتز متوقعة لتردد الشاشة فنرى الس 11 هل سيكون هناك تبني حساسات خلف الكاميرا الأمامية على أساس أنها تضبط فتح الجوال وقفل الجوال بالوجه وإمكانيات الأمان الإضافية هل سيكون هناك جيل ثاني للبصمة؟ هل سيكون هناك شحن أسرع بال45 واط الذي جاء مع نفس النوت سيأتي إلى نفس الس 11، هذه كلها محتملة ومحتملة ولكن لو لاحظتم، الأجهزة التي تظهر لنا عام 2019 ممتازة خرافية من كل النواحي، وهي أشياء جدا مميزة وكثيرة والآن يجب أن نتحدث عن جهاز جديد وهو جهاز جديد الذي نستنى ونستنى دعمه الكامل في المنطقة عندنا لن نتحدث عن الوان بلس هذا هو الجهاز الذي يمكن عليه كلام، والخصائص التي ستأتي به هي التي ستظهر في الس 11 صحيح أو لا؟ والتسريبات أكيد تستمر قبل المؤتمر القادم المهم هو مؤتمر هواوي وإطلاق الميت القادم الميت 30 والميت 30 برو وتسريب كامل المواصفات والخصائص للأجهزة إلى الآن لا نعرف المنتج النهائي الذي سيكون موجود تراخيص جوجل كله يرجح أنه لا سيكون هناك تراخيص جوجل والتطبيقات ولكن لا أعرف كيف سيحدث هم عندهم مؤتمر ضخم والميت 20 أحد أنجح الكروت الذي سووها شركة هواوي عام 2018 فكيف يأتي مؤتمر 2019 ولم يضع هذه الخدمات؟ كيف سيكون المؤتمر؟ متشوق والمؤتمر؟ وللحقائق التي ستظهر فيه أكثر من يمتشوق لإمكانيات أخرى نستطيع أن نرى ما في الجوال، ليس عن شيء، ولكن ترتيبهم جنبها بمستوى الأهمية لأن شركة هواوي على منحنة صعبة في نهاية عام 2019 وهو متفاعل بشيء إيجابي ولكن ما سيكون هذا الشيء الإيجابي؟ ننتظر ونرى هذا المؤتمر وخصائص على الشاشة رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بمنع الشيش الإلكترونية بشكل كامل في الولايات المتحدة الأمريكية أو طلب نفس الـ FDA فالفيدرال دراج أسوسيييشن الخاصة بها نفس الأدوية والدواء والغلاية والدراجز نفسها هل تعتبر منها الفيب؟ المفروض أنهم يمنعوا هذا الشيء، يمنعوا الفيب من الانتشار هل سيمنعوا ويرضخوا للأمر؟ هل سيقضعوا مجال البزنس الضخم؟ هذا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد تأكيد ولكن غريباً منهم أنهم يفعلوا شيء كذلك وأتمنى أن نعرف بالضبط العالم كيف سيكون توجهه المستقبلي والعالم توجهه المستقبلي مثلاً في الدخان لأنه لا يحدث في أي نوع من أنواع الدخان يستطيع أن يأخذها في حياته وهذا سيكون أحسن أحد الأشياء التي مرت عليه توجهه بالي وأنا أتمشى في معرض IAA معرض IAA هو أكبر معرض للسيارات في فرانكفورت في مدينة ألمانيا وهو أكبر معرض حجماً في العالم من ناحية شركات السيارات المشاركة نتكلم عن مرسيد سبينز نتكلم عن لامبرغييني، نتكلم عن بورشا نتكلم عن جانجور، لاندروفر، نتكلم عن فورد، نتكلم عن كثير من الصناع السيارات رأيت فيات، سمارت، ميني كوبر، أشياء كثيرة من الصناع السيارات هؤلاء كلهم ينزلون منتجات عن السيارات الكهربائية فأنا أتمشى في المعرض لاحظت شيء مختلف أنك تسمع كل شيء حولك من هواء، من عصفير، من ناس، من سواليف وانت قاعد تمشي في مكان ماشي السيارات، انت لا تسمع السيارات، انت قاعد تسمع البيئة نفسها فتخيل نفسك انت قاعد في شارع مزدحم في مصر، أعطونا صوت شارع في بواري وشاء وتخيل ان السيارات ما زالت موجودة بصراحة كل الأسواك المهم أيضاً غير السيارات نتحدث عن المملكة العربية السعودية والابتكار الذي سيأتي في المملكة العربية السعودية بالتطبيق المفروض أن يبدأ في عام ٢٠٢٠٠ ومثل لهايبر لوب أو رئيس الشركة نفسه كان عندنا في المملكة العربية السعودية وحضينا بلقاء معه وسألنا بعض الأسئلة المحددة، فأول شيء، لو بدأنا في المملكة العربية السعودية، قال في ٢٠٠٠ هل سيكون تجربة الهايبر لوب؟ هل ستجربة الهايبر لوب؟ هل تجربة عادية؟ ما في أشياء إضافية تجربة الكابسولة للشخص؟ كل شيء سيكون مستوى مفتوحة في الخروج سيكون لدينا تجربة الناس في الخروج والمستوى مفتوحة في القروج لكن الترابات الأكثر من وقتها ودهي لأنها ليست مستوى مستوى أن نستطيع مع نفسها سيكون مناسبة للغاية لا يجب أن تفعل ذلك الأفضل هنا هو أنك ستعرف أنك ستعرف على مدت الرحلة وأيضاً سألنا مدة الرحلة الـ Hyperloop المفروض أنه يأتي بين الرياض وجدة كم المدة المفروض الذي يسترقها الـ Hyperloop عساس يذهب؟ سمعتوا بداية الحلقة 45 دقيقة من الرياض لجدة نتحدث عن حوالي 8 ساعات بالسيارة ساعتين بالطيارة غير قروشة المطار والروحة والجاية 45 دقيقة وانت واصل جدة لحظة هذا شيء جيد سيوفر علينا وقت كثير وننتظر لأن هذا الأمر يكون واقعي وعلى أرض الواقع نتمناه في صراحة الـ Hyperloop جاء مع أشياء كثيرة وفي أسلة كثيرة سألنا لنفس المسؤول إذا أريدكم أن نقوم بعمل فيديو خاص عن هذه المقابلة أبداً اشرحوا لي في الوصف صوته في نفس التقييم ولا تنسوا الملايكات والأشياء هذه كلها لماذا على هذا اللوك؟ ماذا رأيكم؟ ملوك كويس أو لا؟ الآن أحمد يضعوني تصويت أو الشباب يضعوني تصويت ماذا رأيكم بلوك فيصل؟ يلا الله يعيني أنا الآن نرى هذا الفيديو متوجه إلى سان فرانسيسكا بإذن واحد أحد لأن أوراكل Open World أوراكل Open World هو أكبر تجمع وأكبر حدث تعمل أوراكل في العالم إذا لا تعرفوا ماذا أوراكل يقومون بك الكثير سأعطيكم شيء رائع عن هذا المكان والمحتوى تابعوني على الشبكات وبإذن الله محتوى قادم لكم على أول بول كالعادة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توي ألاحظ أن يصر لي يوم قاعد أسافر